يوم فوز مهم للطائف مشاركة أحمد الفيد يعني كانت مشاركة الطائف انت شايف دخولها كيف مشاركتها في الدوري والعثرات اللي تعثر فيها الفريق التغيير اللي يسوه في التدريب طبعا كان مضطرين له لكن واضح انه كان في نتائج ايجابية تحققت بعد تغيير المدرب يعني جمعنا حتى الرصيد النقطي اللي جابه جاب سبع نقاط في ست جولات في المركز الحادي عشر متقدم على الاتفاق والباطن والأهلي وأبهى والتعاون الطائف يعطى محبينا على أقل ملامح انه رح يكون موسمه جيد الاطلالة الاولى في الدوري المحترفين رح تكون جيدة ما في شك الطائف الذي كان يعني يسمى بصائد الكبار حين كان يعني احدا دية الدوري الممتاز قبل ان يهبوط الهبوط ويغيب الغياب الطويل على الدوري طبعا تتكلم انت عشرين في الثمانينات يعني ايه فهو الآن يعود لا يعود صائد كبار لكنه يعني يقول لهم صحيح ان لم اصد كبيرا حتى الآن لكنني لست صيدا سهلا الطائي يعني قياسا بالظروف اللي مر فيها في بداياته سواء في المواجهات التي خاضها او في الظروف اللي حدثت عليه فيما يتعلق بالكفاءة المالية وعدم استفادته من اللاعبين وفي اول جولات الى جانب انه يعني تغير مدربة اطرارة وقد تكون هذه هي الضارة النافعة اكيد انه يبرهن على انه فريق يعني يجب ان يحترم ويجب ان يحذر منه ويجب ان يعني الفرق التي تواجهه يجب ان تعملها الف حساب الطائي لا يفوز صدفة او لا يفوز يعني بالحظ السعيد هو يقدم اداء رجولي داخل ملعب سرعة الى اي درجة الى اي درجة مهم الطائي ان يكون في وضع مريح في الدوري هل مهم ان يكون في عندنا فريق من حايل في الدوري المحترفين طبعا كل المناطق مهمة لكن غياب حايل عن محطات الدوري المحترفين لسنوات طويلة الى اي درجة مهم وجود فريق منها في الدوري الاكبر ما في شك يعني الحياة المنطقة كبيرة ومهمة وجود فريق منها بالتأكيد أنه إضافة يعني إضافة جماهيرية وإضافة حتى على المستوى الدولي لكن نحن نتكلم عن الطائق الطائق كفريق له تاريخه العريق في هالبطولة بالتأكيد أنه وجوده مهم يعني الأهم أنه يعني بما يكون زائر عابر يعني يجلس لوقت قصير ولموسم ثم يعود ومواريها أنت شايف مواريها زائر عابر حتى الآن لا لا أنا أنا الطائي الذي تحسنا يعني لما قيسب الجولة الأولى ومباراة اليوم أنا أقول الطائي لن يعود إلى الدرجة الأولى على الأقل هذا الموسم طيب كيف نادي صاعد طيب كيف نادي صاعد يعني بظروف يعلم الله شلون ظروفه اللي واجهتها ببداية الدوري كيف يكون فوق الاتفاق والباطن والأهلي وأبهى والتعاون لا ويمكن يكون بعد مستقبل طائي سيتقدم يعني إذا حافظ على هذا المستوى من الأداء الرجولي هذا المستوى من الأداء الكبير الأداء اللي فيه يعني مستوى لياقي عالي رغبة شديدة في الفوز أحيانا أنت تتجاوز ظروفك يعني حتى الفنية برغبة اللاعبين داخل ملعب أحيانا تكون استقطباتك كبيرة ومهمة لكن اللاعبين داخل ملعب سيحبوا رجولهم فما في فائدة يعني أنت تشوف أندية كبيرة استقربة اللاعبين بمئات الملايين ومع ذلك تجد أن أداءهم داخل ملعب يعني أشبه بالثقيلة أو المتثاقل لأنه اللاعبين أساساً يعني ما عندهم هذا الشغب والرغبة الكبيرة في الفوز إما نتيجة التشبع وإما نتيجة الخلافات داخل النادي أو داخل غرف الملابس أو نتيجة لياقة يعني وقس على ذلك يعني أنا اللي يحزني بصراحة كما يفرحني وضع الطائي يحزني جداً 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 وضع التعاون يعني لا يمكن أن يكون التعاون الذي كان في الموسم الماضي الترتيب والرابع لا يمكن أن يكون يعني اليوم في المركز الأخير وبرصيد من النقاط ثلاث نقاط يعني وبدون فوز الحقيقة أنه يعني هذا الوضع محزن لكرة القدم السعودية وليس لنادي التعاون وجماهير نادي التعاون وإدارته لأن التعاون الذي مثل ما قال أخوي حمد أو كابتن حمد مثل ما قال أنه يقدم كرة ممتعة وجميلة باليوم التعاون يعني قريب جداً لم يحسن من وضعه وتلافه الأخطاء ويذهب إلى مراحلات الانقادة ممكن يكون في دور الدرجة بس أختم إذا سمعت لي أرنسيت يخلوه 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 يلا أحمد الفهيد الضبطوية يا شباب مماشي مع سيستم البرنامج قول أبا سلم بس على الكابتن سمير عثمالي أنا ما سلمت عليه بداية هالك شكرا يا كابتن شكرا يا كابتن برسلك رقمه والواتساب حقه سلطان شكرا يا كابتن